ونعلن في هذا السياق وتضامنا مع شعبنا الفلسطيني استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين في خطابه بمناسبة مرور خمسة أعوام على تدخل التحالف العربي في حرب اليمن أبدى زعيم الميليشيا الحوثي اهتماما خاصا بالقلة القليلة من أسر السعودية لدى ميليشياته وتجاهل الآلاف من اليمنيين القابعين في السجون معتقلين أو مختطفين أو مغيبين قصريا وجلهم من ثوار فبراير عرض زعيم الميليشيا في خطابه الإفراج عن أحد الطيارين السعوديين وأربعة من الضباط والجنود مقابل الإفراج عن معتقلين من أعضاء حركة حماس قابعين في السجون السعودية عرض تسجل فيه الميليشيا هدفا قويا في مرمى الرياض وتعطي من خلاله لنفسها مجالا للإدعاء بأنها تدافع عمليا عن الأقصى في معزل حتى عن إيران نفسها كما يرد على لسان بعض قادة الميليشيا من وقت إلى آخر حينما يربطون وجودهم في اليمن بمهمة عادلة كهذه وعلى الرغم من عدالة قضية القادة الحمساويين المظلومين في السجون السعودية إلا أن عرض الحوثيين يدخلوا بنظر المراقبين في إطار المتاجرة السياسية بالمواقف وإلا لما استمرت في تعطيل الجهود المبذولة لإنهاء مأساة الأسرة والمعتقلين اليمنيين الأبرياء على الرغم من توقيعها اتفاقا مع الحكومة الشرعية للإفراج عن هؤلاء المعتقلين نهاية العام 2018 في العصمة السويدية السوكولم أكثر من 2500 سجين ومعتقل مخفي قصريا على الأقل يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي تتهددهم مخاطر جائحة كورونا التي استدعت تحركا عالميا لإيقاف الحرب في اليمن وليبيا وأبدت الأطراف المتحاربة في الساحة اليمنية ترحيبا بها تتحمل السعودية وهي تقف على رأس تحالف من الشركاء المتشاكسين المسؤولية عن التماد الذي تظهر معه ميليشيا الحوثي بعد نهاية كل عام من عمر الحرب متواعدة بالمزيد من المفاجآت وبإظهار قدرة على إدارة الملف السياسي قدر استطاعتها على إدارة الحرب أضعفت السعودية عن عمد الشرعية التي تدخلت قبل خمسة أعوام على رأس تحالف عربي كبير لمساندتها لكنها لم تحقق شيئا مما التزمت به ودافعت عواضا عن ذلك بالعشرات من أعداء المشروع الوطني إلى واجهة هذه الشرعية ثم تركتها في ختام العام الخامس من الحرب تواجه زحفا عسكريا مفتوحا ومسنودا بالأسلحة الإيرانية على أهم معاقلها في وقت تفرغت فيه منابر الرياض وأبو ظبي للتعريض بجيش الشرعية ومقاتليها واتهامهم بالأخونة وبالخضلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر